صبري رحيل في وسط الملعب عمر سلية وهشام محمد أيضا ميذو جابر وأحمد حمدي وجونيور أجي ووليد أزارد ده يمكن تشكيلة الفريق لمباراة اليوم واضح جدا حالة التغيير المتواجدة بالنسبة لتشكيلة النادي الأهلي وأعطاء الفرص لمجموعة من اللاعبين ممكن يكون عدد كبير النهاردة كابتن حسام البدري بيحاول طبعا يديهم الفرصة لإثبات طبعا إمكانيتهم طبعا جمهي الأهلي متابعة في شكل جيد عارفين إمكانات جميع اللاعبين المتواجدين في فريق النادي الأهلي ولكن طبعا كلما اللعيبة بتاخد فرص بتبين أكتر إمكانياتهم المتواجدة عليهم طبعا عندنا بعض اللاعبين زي شام محمد الأمامنا على الشاشة وتكلم عليه كابتن حسام البدري إن هو اللعيب مميز ولولا الإصابة كانت الأمور بالنسبة له هتبقى مختلفة طبعا وجود بعض اللاعبين في مركزه زي عمر السلية زي طبعا عودة حسام غالي حسام عشور عبدالله سعيد كان بيرجع في وقت من الوقات في هذا المركز طبعا أكرم توفيق طبعا اللي أخد أيضا فرصة ولعب مميز كل ده اتكلم عليه كابتن حسام البدري وبيتكلم إن يعطي الفرص لواحد زي شام محمد موجودة ولسه طبعا الوقت الموجود لكن طبعا هو صادف حظ عسير بالنسبة للشام محمد إن حالة الإصابة اللي كانت متواجدة عليه أيضا كابتن حسام البدري تكلم على جزئية الإصابات في خط الدفاع والصعبات اللي وجهة النادي الأهلي في مرحلة معينة وجزئية أيضا احتراف أحمد حجازي ده أثر بشكل كبير على خط الدفاع النادي الأهلي بالإصابات الموجودة سوابه كانت على سعد سمير أو على رمي ربيعة ونجيف في وقت ملوقات كل ده كان كابتن حسام البدري بيتكلم عليه وقال يعني إن احنا كنا بنعالج هذه الأمور بشكل جيد والأمور إن شاء الله الفترة اللي جاي باستخدام بعض اللعبين أرض أيضا هتبقى متواجدة وهتتحسن هذه الأمور بالنسبة لخط الدفاع أيضا اتكلم على عودة ناصر مهر لعب النادي الأهلي المعار لنادي سموحة وإن هم كانوا متابعين وبشكل جيد دي ممكن ناصر مهر واحد من اللعيبة المميزين موليد 97 يعني قد رمضان صبحي واللعب في ظل صعوده من سنتين للفريق الأول جاله رباط صريبي بالتالي تم طبعا العملية عمل العملية قعد وقته وبالما رجع عشان يقدر يرجع بشكل سليم في ظل وجود بعض اللعيبة أيضا في مراجزه بيلعبه بشكل أساسي ومتميزين جدا تم عارض ناصر مهر وممكن من خلال طبعا وجوده في فريق سموحة وقبل كده فريق بتروجيت تميز ناصر مهر النهاردة كابتن حسام البدري من خلال تصريحه أيضا بيطلب رجوعه للنادي الأهلي وإبلاغ طبعا كابتن سارة حفيز بالرغبة فيه عودته من خلال الإدارة الفنية من خلال طبعا كابتن حسام البدري كلم كابتن حسام البدري أيضا على بكماني ماتشينبي وحمودي وأحمد حمدي اللي بياخد فرصة النهاردة زي ما احنا شايفين من خلال التشكيل كلم على بكماني أنه هو لعب مميز ولكن طبعا أيضا المجموعة اللعابين المتواجدة في مركزه بتخليه مستني أنه يبزل أقصى مجهود أو أكتر مجهود بالنسبة له عشان يبقى متواجد في هذا المركز وجوده طبعا كلاعب مميز من خلال طبعا تواجد بكماني في الفترة اللي فاتت واضح أنه هو لعيب محترف لعيب مميز لما بينزل بيعمل أثر بشكل كبير في الفريق في الشكل الهجوم أيضا اتكلم على حمودي أيضا حمودي واحد من اللعابة اللي كل ما بيلعبه بينزله بيأدي بشكل كويس ولكن طبعا الإصابة أثرت عليه وفي نفس الوقت حظه كان بالنسبة له أن فيه مجموعة كبيرة جدا في المكان ده برضو عايزة تاخد فرصة مجموعة كبيرة جدا متمسكة بمركزه فهي دي الصعوبة اللي بيتكلم عليها كابتن حسام البدري ولكن محتاج طبعا مجهود كبير من حمودي في الفترة القادمة عشان يبقى متواجد فيه التشكيلة الأسية أيضا بالنسبة لأحمد حمدي كابتن حسام البدري عليه أيضا أنه هو لعب مميز يمكن الإصابة برضو أثرت عليه بشكل كبير ولكن هو من اللعبين الواعدين من أولادي النادي الأهلي من قطاع النشئين اللي هيبقى هو مستقبل النادي الأهلي في الفترة القادمة عشان كده النادي الأهلي رفض أنه هو يفرد فيه أو يديره جزئية لاحتراف لأن كان فيه بعض الأندية طبعا كنا متابعين هذه الجزئية كانوا عايزين أحمد حمدي يبقى متواجد برا النادي الأهلي لكن كابت حسام البدري اقتناعا بإمكانات اللاعب رفض هذه الجزئية بالنسبة لإحتراف أحمد حمدي كابت حسام البدري تكلم على ندفيد وأحمد ياسر ريان وأكرم طوفيق وأتكلم على كريم ندفيد بالشكل الأخص لأنه أكثر اللاعبين بالنسبة للأسامي دي لعب كريم ندفيد بيقول أن كابت حسام البدري تكلم أنه عنده إمكانيات تؤهله أنه يلعب في كذا مركز ودي في حد ذاتها بالنسبة لأي مدرب بتخليه هو متمسك باللعب ده كريم ممكن تقدر تلعبه في نص ملعب تقدر تلعبه تحت راسين الحربة أو تحت راس الحربة تقدر تلعبه باك راية تقدر تلعبه سيرد باك تلعبه راس حربة كمان كلاعب عنده إمكانيات يقدر يشتغل عليها فكابت حسام البدري تكلم على اللاعب لكن كان حظه سيء في بعض المباريات من صعوبتها ومن الضغط اللي كان موجود في هذه المباريات لكن هو واعد أيضا لعب واعد كابت حسام البدري بيتكلم عليه أيضا بالنسبة لأحد أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق دول أيضا كلم عليهم كابت حسام البدري أنهم عناصر وعدة بشكل كبير يمكن كابت حسام برضو تكلم على شريف إكرامي وأنه هو واجه حظ عثير جدا في المباريات الأخيرة اللي كان وائف فيها شريف إكرامي في الفترة الأخيرة وأنه هو مقتنع جدا بقدرات شريف إكرامي تكلم أيضا على استغرابه عن بعض الأقويل اللي بتقول أن كابت حسام البدري بيوعد شريف إكرامي في الفترة القادمة هو جزئية الوعد دي عمرها ما تبقى موجودة في كرة القدم الاجتهاد في التدريب والاقتناع المدرب بأن اللاعب في الوقت ده هو أحسن فورمالي هو ده اللي بيأخلي الجهاز الفني والمدير الفني أنه هو يشرك اللاعب كلاعب أساسي ده اللي بيتكلم عليه كابت حسام البدري بالنسبة لشريف وأنه هو الإصابة برضو أثرت عليه بشكل كبير في عدم وجوده كلاعب أساسي وأنه أحمد الشناوي تمسك بالفرصة بشكل كبير في المباراة السابقة ده يمكن كل التفاصيل الخاصة بكابتن حسام البدري والتصريحاته عن التجديد وبعض اللاعبين وأراهه في بعض اللاعبين والمشاكل اللي وجدت الفريق من خلال الموسم بقى في خط الدفاع أو الإصابات لكن أكيد وإحنا بنتكلم كلا كابتن حسام البدري تكلم أيضا على جماهير النادي الأهلي وأنه هي العامل الأساسي والرئيسي دائما في فوز البطولات وأنه هم دائما الدافع القوي بالنسبة لفريق النادي الأهلي هذا الموسم والموسمين اللي فاتوا في تحقيق لقب الدوري ثلاث مواسم متتالية والنجمة أربعين في هذا الموسم دي حاجة محترمة جدا كابتن حسام البدري وإيه تصرحاته ترجمة نانسي قنقر